أي شخص لديه قناة على اليوتيوب وصانع محتوى لاحظ في حساباتهم ظهور رسالة بخصوص درائب التي سوف تفيدها اليوتيوب ستعرف المزيد وأكثر من خلال هذا الفيديو فابقى معنا السلام عليكم معكم خليل سمو هذا الفيديو سوف يكون بخصوص الضرائب التي تم فرضها على أصحاب قنوات اليوتيوب نعم أي شخص لديه قناة على اليوتيوب في شهر 6 سوف يتم فرض الضرائب في حال لم تتبع الخطوات التي سوف نقوم بشهرها في هذا الفيديو سوف يتم اقتطاع 24% من أرباحك الشهرية كل شهر بالطبع فهذه الضرائب ليست جوجل من فرضتها بل الحكومة الأمريكية هي من فرضتها وسوف يتم اقتطاع فقط الأرباح أو سوف يتم اقتطاع فقط الأرباح التي تأتيك من المشاهدات الأمريكية يعني القنوات التي سوف تحس بشكل كبير بهذا التأثر وهي القنوات التي يتم توجيه محتواها باللغة الإنجليزية أو بشكل يعني عام الأشخاص الذين يقومون بتوجيه محتواهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية يعني أي شخص متواجد في الولايات المتحدة الأمريكية يشاهد الفيديو من خلال يعني من خلال يعني بالطبع الفيديو الخاص بك فإنه أي إعلان سوف يظهر سوف يتم اقتطاع منه نسبة من الأرباح ولن تظهر لك النسبة إلا في الإحصائيات لن تظهر لك يعني الاقتطاعات إلا في الإحصائيات وسوف نشاهد كل هذا وأكثر في هذا الفيديو وكذلك سوف نشاهد الطريقة التي يمكن لك أن تقوم بتجنب اقتطاع يعني جميع الأرباح يعني بالطبع في حال لم تقوم بعملية رفع وثقة الضائف فإنه سوف يتم اقتطاع 24% لهذا في حال قمت بهذه العملية التي سوف نقوم بشحية لك الآن سوف يتم اقتطاع فقط الأرباح الذين يقومون بمشاهدتك من أمريكا أما في حال لم تتابع أو في حال لم تقوم بهذه العملية سوف يتم اقتطاع مجمل يعني سوف يتم احساسا يعني أن قناتك كلها متوجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لهذا قم بهذه العملية حتى تتجنب الـ 24% يمكن أن تصل إلى 3% صففة 3% على سبيل القتال على حسب يعني مشاهدات التي تحصل عليها يعني مثلا أنا لو لدي قناة على اليوتيوب أقوم بعمل محتوى عربي ولم أقوم بهذه العملية فحينها سوف يتم اقتطاع من حسابي يعني 24% من الأرباح الخاصة بي بمعنى أنني لو كنت 400 دولار مثلا في الشهر سوف يتم اقتطاع 24 دولار في الشهر خاصة بالضائب الأمريكي حتى لو محتوى عربي لأنني لم أقوم بتمرير وثيقة الضائبة الخاصة بي حتى أثبت أنني لست بشخص أمريكي وحتى أثبت لأن قناتي لا تستهدف للولايات المتحدة الأمريكية وحتى أقدم يعني وثيقة الضائبة لجوجل بعد ذلك يتم هذه الوثيقة مواجعتها حينها يتم تقييد حسابك يعني ليست تقييد حسابك بل طبعا يتم موافقة على حسابك ويتم فقط فرض أو يتم عزل الأشخاص الذين يشاهدون الفيديوهات الخاصة بك يشاهدونها من الولايات المتحدة حينها سوف يتم اقتطاع فقط المشاهدات الأمريكية كما قلت لك بخلاصة عامة حاول أن تقوم بهذه العملية التي سوف أقوم بها في حالك لديك قناة يعني بالنسبة لأشخاص الذين لديهم قنوات كبيرة أو شركة على سبيل المثال مثلا لديك شركة في اليوتيوب يعني تقوم بنشر فيديوهات مثلا فيديوهات إخبارية يعني شركة مثلا قناة كبيرة فحاول أن تقوم بالاتصال بالمحامل الخاص بك حتى يقوم بعمل بهذه العملية أما في حال كنت فقط فرض فحاول فقط أن تتبع هذه الخطوات التي سوف تشاهدها معي في هذا الفيديو بين قوسين يعني فقط للأشخاص الذين يقومون يعني بربط حساباتهم بشركة بارتنا مثلا بي بي تي في على سبيل المثال يعني التي أقوم بها أنا شخصيا التي رابط حسابي بها أنا شخصيا فحينها سوف تكون حرقة خاصة حول طريقة التعامل مع هذه الشركات من الضرائب يعني كيف يمكنني أن أقوم بعملية يعني التجنب الضريبة بالنسبة لأقول أن تتجنب الضريبة فقط تقوم بتقديم يعني وثيقة الضريبة الخاصة بك في حسابك بالطبع فإن شاء الله إن سوف تكون هذا الفيديو وكذلك فيديو آخر حول البارتنشيب لكن هذا الفيديو بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بربط حساباتهم بالأدسنس فهذا الفيديو يهمك وبشكل كبير جدا يعني في حلقة لديك قناة سواء صغيرة أو كبيرة فحاول أن تقوم بهذه العملية مشاهدة ممتعة مرحبا بكم مرة أخرى فكما تشاهدون معنا هذه هي صفحة الأدسنس الخاص بك بعد أن تقوم بالدخول إلى حسابك على أدسنس سوف تشاهد معي رسالة يعني مكتوفة هذه الرسالة مهم تحقق مما إذا كانت معلومات الضرائب الضرائب الإضافية مطلوبة منك يجب أن توسل كل الشركة يعني يجب أن يوصل كل الشركة ومنشئ المحتوى في اليوتيوب معلومات الضرائب لضمان دقة الضرائب السرية على الدفاعات هنا استجدهم هنا إدارة المعلومات هنا مزيد من المعلومات وهنا تجاهل هذه الرسالة فلا تجاهل هذه الرسالة بالطبع سوف نقوم بالذهاب إلى مزيد من المعلومات كذلك سوف نقوم بالضغط على إدارة المعلومات الضرائبية بحيث أننا نقوم بعملية الدخول من أجل أن نقوم بملء هذه الضرائب فلمعلومة فقط وكذلك يعني ملاحظة مهمة ومهمة جدا هذه المعلومات التي سوف تقوم بإرسالها لا تشاركها مع أي شخص مهما كانت اتقاتك به يعني حاول أن تقوم بملء هذه البيانات بنفسك أو أن تقوم فقط بأن تقوم بتكلفة يعني محامي يقوم بملء هذه المعلومات في حالي طبعا إذا كانت لديك شيئك أما في حال لم يكن لديك شيئك فقط في يعني أو كان لديك حساب فردي فقط أن تقوم بحاول أن تقوم بملءها بنفسك يعني هي معلومات بشكل بسير جدا يتم ملؤها نقوم فقط بالضغط على إدارة المعلومات هذه المعلومات كيفية يعني أسأل المعلومات هنا بعض الملاحظات هنا يقوم بتغيير اسمك لا يعتبت تغيير يعني لا يعتبت الاسم في الملاب تخصير الدفع هناك بعض المعلومات التي يمكن لك أن تقوم بقياءتها من أجل يعني أن تقوم بمشاهدة مشاهدة يعني هذه يعني من أجل أن تقوم بملء هذه البيانات بشكل صحيح فكل هذا سوف نختصره من خلال هذه الصفحة التي سوف تظهر معك هنا هنا يظهر لك إلى إدارة المعلومات الضائبية يوجد توفير المعلومات الضائبية أو تعديلها يحدد بلدك وملفك شخصي لدفع طريقة تحصيل الضرائب واقتطاعتها والإبلاغ عنها معلومات عن الضائب في الولايات المتحدة الأمريكية هنا يقول لك بالخط الأحمر أحوص على توفير المعلومات الضائب الخاص بك لحصول على عائدات من جوجل يستغيق هذا إجاء بعض دقائق هنا نقوم بالضغط على إضافة المعلومات الضائبية من أجل أن نقوم بهذه العملية وتجنب الاقتطاع الكلي الذي قد يصل إلى 24% هنا تقوم بمالء الباسوورد الخاص بك أو كتابة الباسوورد الخاص بك أي رقم حسابك على الجيميل طبعا حسابك على الجيميل يجب أن يكون حساب الجيميل هو المعتبر بالقناة بحيث أنك تقوم بملئها بشكل الصحيح هنا تضغط على سويفو أو متابعة ننتظر إلى أن تظهر معنا صفحة الضائب هنا يقوم بإعطائي يعني هنا رسالة يقول للعطوة على نموذج الضائب مناسب يوجد أولا إجابة على بضع الأسئلة تفرد تفرد دائرة الإرادة الداخلية هيئة الضائب الأمريكية إسأل معلومات الضائب باستخدام الأقام والأحرف من A إلى Z ويجب استخدام الأحرف بدون علامة تشكيل أي حف بدل هذه الحرف التي تشاهدوها أو A بدل هذه A مثلا لو كان اسمك في هذا الحف فحاول فقط أن تقوم بكتابة A هكذا وليس بهذا الشكل لأنه ليس مفروض عليك أن تقوم بكتابتها بهذا الشكل أوكي هنا يقول لك أن تقوم بملئ المعلومات بالشكل الصحيح هنا يقوم بإعطائك نوع الحساب هنا يقول لك حساب فردي أو كيان مؤسسة غير فردية مثلا لو كان لديك حساب أو قناة شخص لشخص واحد يعني مثلا قناتي أنا هي قناة بشكل فردي يعني أنا قناة أقوم بتقديمها محتوى أما فيما كانت هذه الكيان أو هذه القناة هي خاصة بشركة مثلا قناة خاصة بقناة تلفزيونية تقوم بوضع هذه تسمى شركة وليست بقناة فردية هنا نقوم نحن بالضغط على فردي أوكي بحال كنت شخص فردي تقوم بالضغط على فردي التالي نضغط عليها هنا يعطيني رسالة هل أنت مواطن أو مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية بمعنى أنني لو كنت أمريكي سوف أضغط على نعم في حال كنت مغيبي مثلا أو أقطعني في الولايات المتحدة الأمريكية أضغط على نعم أما في حال كنت مقيم في أي دولة عربية أو أي دولة أخرى تقوم فقط بالضغط على لا بعد ذلك نتجه إلى التالي وسوف نقوم بمشاهدة هنا إختار نوع النموذج الضريبي ففي حال كنت يعني كما قلت لك هنا في حال كنت اختارت هنا حساب فردي فإضغط على ويتبين أوكي من هذا الشكل هنا يقول لك غالبا ما يتم استخدام هذا النموذج من قبل أفراد غير أمريكيين ويمكن أيضا استخدامه لطالب الاستفادة من ميزاريا المعاهدة الضريبية نقوم نحن بالضغط على الخيار الأول ثم نضغط على فتح النموذج فننتظر لبدا دقائق حتى يعطيني المعلومات الأخرى أوكي هنا يقوم بإطاعي الرسالة الثانية هنا يقول لك اسم الفض هنا سأقوم بكتابة اسمي مثلا هذا هو الاسم الخاص بي يعني فقط أنا أقوم بملء يعني معلومات المسجل بها الأسنس الخاص بي لهذا فقط أقوم بكتابة هذه المعلومات هنا يقول لك دي بي أي شركة تزاوي نشاطها باسم تجايب يعني تجايب أو كيان لا يعدد يعني لا يعتد يعني بالضغط فهنا هذه الخيار هو اختياري وليس مفروض عليك أن تقوم بكتابته نقوم بتاكي هنا البلد الذي تحمل جنسيته هنا مثلا أنا من المغرب سأختار المغرب أنا من الجزائر سأختار قوم هنا باختيار الجزائر لهذا أنا من المغرب أوكي سأبحث عن المملكة المغربية أو المغرب هنا ألبانيا، أتيوبيا، الأردن، الصومال، المملكة المتحدة، المملكة العربية السعودية، من المفروض أن يكون هناك المغرب هنا نعم، ها هو المغرب نقوم باختيار يعني هنا تقوم بكما قلت لك اختيار جنسيتك يعني حتى لو كنت في الولايات المتحدة الأمريكية أو تقطن في الولايات المتحدة الأمريكية وأنت مثلا جنسيتك مغربية تقوم باختيار هنا الجنسية المغربية أو في حالك لديك جنسية أمريكية تقوم باختيار جنسية أمريكية أو مغربية على حسب جنسياتك بالطبع فهنا رقم تعريف دافع الضائبة فهذا الرقم يتم إعطائه للأشخاص المقيمين بأمريكا يعني في حال كنت مقيم بأمريكا فتقوم بوضعه في حال يعني تقوم بأي دولة أخرى يعني هناك بعض الدول التي تكون لديها هذا الرقم الرقم الـ TN يعني تقوم بكتابته في حال لم يكن لديك يعني تقوم بتركه خالي فهذا الحقل يعني هو اختياري كذلك الحقل الثاني هو اختياري فرقم تعيف الطريب كذلك ليس لدينا بالنسبة للأفراد المغاربة فهنا سأتركه اختياري ثم أضغط على التاري هنا يعطيك اسم الفرد وهنا يعطيك البلد العميل وهنا يعطيك العنوان هنا عنوان الإقامة الدائم هنا توافق على هذا الخيار أن عنوان الإقامة الدائم هو صندوق البريد أو عنوان لعناية سيطلب منك إرسال المستندات الإضافية أنا شخصيا عنواني هو نفسه المسجل به يعني في الـ AdSense سأقوم بالضغط على هذا الخطأ ثم أقوم بكتابته هنا مثلا أنا وهنا الرمز البريدي سوف أقوم بكتابته وهنا المدينة سوف أقوم بكتابتها كذلك في هذا المكان هنا يقول لك العنوان البريدي مطابق العنوان الإقامة يمكن أن أقوم فقط بالضغط هنا وأترك يعني العنوان البريدي الذي سوف يتم مواصلتي فيه هو نفسه ونفسه عنوان الإقامة من خلال الضغط هنا ثم أضغط على التاري هنا يؤطيني المعاهدة الضائبية هنا يقول لك هل تريد المطالبة بنسبة اقتطاع أقل بمجاب معاهدة الضائبية يعني في حال قمت باختيار له يقول لك أن يمكن أن يفرد قانوة ضائبة الأمريكية ضائبة مقتطعة تبلغ 30% على الدفعات التي تعتبر كالتأكل آتي من مصدر الأمريكي هنا يقول لك في النقطة الثانية وهي يمكن أن يتم تخفيض هذه الضائبة أو لغائها لأي مدفوع لأمره بمجاب معاهدة الضائبية هنا يقول لك في حال اقتلائك نعم هنا يقول لك في هذه النقطة أنه مقيم في بلد يطلب الاستفادة من مزايا المعاهدة مع الولايات المتحدة مثلا فهل بلدك يعني لديه علاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية فسأقوم هنا باختيار أو البحث يعني فقط فتذهب إلى جوجل تقوم بمشاهدة يعني بلدك يعني هل هناك علاقة أو هل هناك يعني معاهدة بين البلدين يعني بين الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص الضائب يعني الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب فأنا شخصيا يعني سوف أقوم بالضغط هنا وسوف تذهب إلى مزيد من المعلومات بين أجل أن تقوم بحصول طبعا على مزيد معلومات فبالنسبة المغرب ليست يعني بالنسبة المغرب يعني سوف أقوم بالضغط علىها بحيث أن المغرب ليس من البلدان المفروضين يعني لديهم دفع ضائع بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ستضغطون على التالي وسوف أنتظر قليلا إلى أن تتم إعطائي الخطوة التالية أوكي هنا يعني أعطيك هذه المعلومات التي قمت بكتابتها هنا وهناها في معاينة المستند يتم إنشاء المستند الخاص بك بهذه الطريقة يوجد مواجهة ملف الـ PDF وتأكيد معلومات نموذج واحد هنا النموذج الـ WPAN يعني عندما تقوم بالضغط عليه سوف يعطيك ملف الخاص بالـ PDF لتشاهد هنا جميع الخاصيات بعد ذلك هنا تقوم بالضغط على أؤكد أنني راجعت المستند أؤكد أنني راجعت المستند الطريب المقدم حسب علمي وأعتقد أنها صحيحة وسالمة جيد سأضغط هنا هنا تقوم بالضغط على السينياتري الخاص بك أو الإسم الخاص بك وهنا التاريخ والعنوان تقوم بملء هذه البيانات وحينها تقوم بملء هذه البيانات هنا هنا سوف أقوم بالضغط على التاريخ وهنا إلى إسم القانوني الكامل بحيث أنني أقوم بملء هذه البيانات بشكل صحيح يعني بمجرد أن تقوم بكتابة الإسم القانوني كمان فإنك توافق على يعني يعتبر كأنها سينياتري أو إمضاء خاص بك هنا هل أنت شخص المدرج في قسم التوقيع؟ نعم أنا هو الشخص المدرج في قسم التوقيع وأنني أكمل هذا النموذج بإسم الشخصي لا أنا أوقع بني بأن شخص المدرج توقيع مثلا وكيد محامي مفاوض أو توقيع منها مثلا هنا سأقوم بالضغط على نعم ثم هنا التاريخ ثم سوف أنتضي هنا أنشطة وخدمات تم تنفيذها في الولايات المتحدة الأمريكية هل أجرى الفرد أو الكيان المحددين في الفترة التعريف الضائبة؟ أي نشاطات أو خدمات لصالح جوجل في الولايات المتحدة الأمريكية؟ هنا يقول لي يعني يقول هل أجرى الفرد أو الكيان المحددين؟ يعني في الفترة التعريف الضائبية؟ أي نشاطات أول؟ هنا سأقوم باختيار له وهنا أوقع أنه سيتم تنفيذ الخدمات المقدمة لشركة جوجل أو الشركة التابعة على الولايات المتحدة الأمريكية بأن من المواقع الفعلي لأي عمل أو أسمال هنا سأقوم باختيار هذا الخيار بعد ذلك هنا يقول لي إنني أقدم المعلومات الضائبية خاصة بملف شخصي جديد أو حالي لدفع ما يسبق له تلقي دفعات هنا يقول لي أنني أقدم معلومات ضائبية خاصة بملف شخصي حالي للدفع سابق أن تتلقى الدفعات بعد ذلك في هذه الخيار تقوم باختيار الخيار الأولي بملف شخصي جديد ثم أضغط هنا على إرسال بمجرد أن تقوم بالضغط على إرسال سوف يتم إرسال النموذج الذي قمت بملئه إلى جوجل وحينها سوف تنتظر الموافقة على حسابك أو على النموذج الذي قمت بملئه ليتم درجك ضمن الأشخاص أو يتم يعني درج يعني قناتك يعني في يعني للأشخاص الذين يتم يعني يتم دفع الضرائب بالطبع بحيث أنه لن يتم اقتطاع لك 24% بالكامل بل فقط الأشخاص المتواجدون في الولايات المتحدة الأمريكية هنا الحالة مقبول هنا تاريخ إسالة الدفع للمعلومات يعني 16 مارس 2021 وهنا جميع المعلومات التي قمت بملئها أوكي هنا يقول لك يوجد توفير المعلومات الضائبية أو تعذيرها يحدد بلد والملف شخصي يعني طرق التفع يعني الآن قمت بمدأ هذه البيانات وقمت بعملية الدفع يعني نموذج الضائب بشكل صحيح إلى جوجل وهذه يعني هي الطريقة الصحيحة وسيتم إرسال لكم الطريقة يعني الخاصة بالأشخاص الذين يشتركون في باتنشيب سوف أقوم بمشاركة معكم الطريقة الصحيحة بحيث تستفيدون منها أيضا بالنسبة للأشخاص المشيكون في باتنشيب إن شاء الله في الفيديو القادم سوف تشاهدون الحلقة الثانية بخصوص هذا الموضوع بخصوص الباتنشيب بالطبع هذا الفيديو هو خاص بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بالتعامل مع الأدسنس فهذه الطريقة التي شاهدتم معي الطريقة الصحيحة هو الفيديو يعني شيء ما طويل لكن حاولت أن أقوم بشكل مبسط وكذلك بشكل يعني مثلا بشكل يعني سهل جدا حتى تقوم بالاستفادة بالطريقة الصحيحة فأتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نعي إعجابك حاول أن تقوم بمشاركة هذا الفيديو حتى تفيد غيرك يعني تشارك في أرد فيسبوك مع أصدقائك مثلا أو شخص ما لديه قناة هذا اليوتيوب سوف يفيده بشكل كبير جدا في قناتي فكان معك خيسمو السلام عليكم وحمد الله وبركاته إلى الحلقة القادمة ترجمة نانسي قنقر